نهاردة حستنا بسيفة ما فيهاش اي حاجة صحلة جدا 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 هنخلص وبعدين هنراجع اللي اخدناه من الاول خالص اي حد عايز فيه اي حاجة هنراجعها تاني عنوان الدرس ده بيقول لنا ايه متى يكون العالم سعيدا امتى بيكون العالم سعيد ها لما عيد الوطني لا مش في العيد الوطني يسمع بقى لو بلدين بلد منهم فيها سلام يعني ما فيهاش حرب وعايشة في هدوء وطرمؤنينة وامن والبلد التانية فيها حروب مين اني بلد فيهم اللي هتكون عايشة في سعادة اكتر البلد اللي فيها امان وسلام لكن البلد اللي فيها حروب هتكون عايشة فين في قلق وتوتر ومعاناة هيكون فيها خراب ودمار طيب يعني فيه قيم في حياتنا لازم نحققها علشان يعم السلام في البلد ايه هي القيم اللي احنا لازم نحققها دي لازم اول حاجة يكون فيه سلام يعني ايه سلام يعني ما فيش حروب ما فيش عداء بين اي شخص والاخر بين اي دولة واخرى السلام ده بيكون بين اشخاص وبين دول مش ممكن بين الاشخاص الاصحاب الجيران يكون فيه بينهم عداء اه نتكلم على المجتمع الصغير الاول بين الاصدقاء او بين الجيران او بين اي حد زميل في عمل اي حاجة مش ممكن يكون فيه عداء العداء ده هيخلي الاجواء المحيطة بهم اجواء سلام ولا اجواء توتر والتراب اه ده اه توتر تعالوا كده نشوف حاجة مكان تاني فيه نفس الظروف لكن بالعكس انه هم بيحبوا بعض وبيتعاونوا مع بعض وعايشين فيه امان وسلام مين مجتمع في دول هينجح اكيد المجتمع اللي فيه الامان يبقى احنا اول قيمة عايزين نتعلمها في حياتنا هي ايه السلام طب ازاي السلام هيجي لو كان فيه حب بين الاشخاص لو هم بيحبوا بعضها هيبقى فيه سلام طيب الحب ده هيجي منين لما يكون فيه حوار بينهم هو احنا ممكن نحب حد ماشي في الشارع كده نقول اه شخص ده انا بحبه ولا احنا لما يبقى فيه حوار بيننا وبينه هنعرف نتكلم معاه هيعجبنا اسلوبه هنلاقيه انسان مهزب انسان اخلاقه حسنة انسان تصرفاته قويسة فهنبدأ نحبه من خلال الحوار لما نحبه من خلال الحوار رافع عليكم الاقتراق باخلاق النبي الكريم احنا رسول عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق فاحنا بنقتدي به يعني ايه نقتدي به يعني بناخده مثل اعلى يبقى ايه القيم اللي احنا هنتعلمها السلام والحب والحوار والاقتداء برسولنا الكريم عارفنا القيم دي او سهلة ولا صعبة سهلة تعالوا كده نشوف بيقول اوضح اثر هذه القيم على سعادة الشعوب العالم لو احنا اتبعنا القيم دي السلام والحب والحوار والاقتداء باخلاق باخلاق النبي هيكون اثر القيم دي ايه يا عم الحب والسلام ولا هتنتشر القراهية اه يعني الحب والسلام يعني ينتشر الحب والسلام طيب لما نيجي نعفر عن رأينا لما اقول لك اولي رأيك في قيمة السلام مثلا اولي رأيك في قيمة اه الحوار لازم لما تجاوب لما اولك ابدي رأيك لازم تقول لي في رأيي او اظن او اعتقد فلما السؤال انا بقول لك قل لي رأيك يبقى الاجابة لازم يكون فيها ايه في رأيي او اظن او اعتقد تعالوا نشوف النموذج الموجود قدامنا ده ان احنا بنكتب نص عن قيمة من القيم دي وبنعمله خريطة ذهنية فاكرين لما قسمنا في دماغنا موضوع التعبير احنا قلنا احنا بنقسمه للمقدمة وموضوع وخاتمة صح فاكرين او فاكرين طيب ده احنا كنا بنرسمه فين في دماغنا احنا كنا عاملين الخريطة زي في دماغنا ان احنا مقسمين الموضوع لثلاثة اجزاء طيب لكن هنا احنا هنرسمه هنعمله خريطة ذهنية هنرسمه في شكل كده علشان نعرف نقسم الموضوع تعالوا كده نقرأ مع بعض الموضوع المعروض علينا الشم بتاعي خلص انا في ناس بتتكلم يحتفل العالم باليوم العالمي للسلام في الحادي والعشرين من سبتمبر يوم واحد وعشرين سبتمبر اللي هو الشهر ده اللي احنا فيه يوم واحد وعشرين العالم كله بيحتفل بايه باليوم العالمي للسلام ده يوم السلام في العالم كله من كل عام ويحمل هذا اليوم دعوة الى التعايش والتسامح بين جميع افراد المجتمع احنا لما بنحتفل بيوم السلام ده يبقى احنا بنحتفل بيه ليه عشان بس نحتفل وخلاص ولا علشان نفكر. عشان بنصاح باك. لأ بندعو الناس ان نخلي بالكم اليوم ده كان بيدعونا للسلام يعني ما تنسوش ان احنا لازم نكون عايشين في سلام يعني ده بيفكرنا دايما ان احنا لازم نبقى محافظين على السلام بنا علشان نحتفل بيه كل عام. السلام ده هيجي ازاي? ان احنا نتعايش مع بعض بحب ونسامح بعض ويكون فيه محبة بين افراد المجتمع. ونبزئ العنف وكل مظاهر القتل والدمار في العالم. لو في عنف ودمار وقتل في العالم كله هيبقى فيه سلام? لا اه اه الدول هتحقق والشعوب هتتفرق وناس كتير هتموت والدنيا هيعمها الخراب. فلنتخيل عالما ياعمه السلام? فيا ترى ماذا سيحدث? اظن اذا اذا ساد السلام العالم فسيعيش الناس في سعادة للأسباب الاتية. لو السلام ساد العالم الناس هتعيش في سعادة. ليه? لو فيه سلام في العالم? يبقى احنا عايزين دلوقتي نقول اسباب السلام في العالم. ايه اللي هيحصل لو فيه سلام في العالم? ايه النتائج بتاعة السلام? لو فيه سلام في العالم ايه اللي هيحصل? حطينا في النص العنوان. احنا عايزين النتائج اللي هتحصل لو السلام عام العالم. يبقى العنوان بتاعنا ايه? السلام في العالم. هنبدأ نخرج منه ايه هي النتائج دي? لو فيه سلام هيحصل ايه? هيبقى في حروب? لا. لا. هيبقى فيه نزاعات خلافات بين الدول هيبقى بينهم خلافات? لا. ده فيه سلام بينهم سلام يعني متفاهمين. مش هيبقى فيه ولا حروب ولا نزاعات. طيب. تصخر الصناعات لاشياء تعود بالفائدة والخير على الناس. لو بلد فيها حرب. هتبدأ تصنع مسلا لعب اطفال هتبدأ تصنع آآ آآ حاجات ترفيهية تصنع مواد غزائية للترفيه ولا هتبدأ كل تفكيرها هيروح لتصنيع المعدات الحربية وتصنيع الاسلحة علشان يواجهوا بيها الحروب. هيصنعوا ايه لو عنهم? المعدات. الاسلحة. الاسلحة. طيب الاسلحة. الاسلحة. هتستخدم للضمار ولا للسلام? للضمار. طيب بلد بقى فيها سلام. بلد بقى فيها سلام ما فيهاش فروب. يبقى في الوقت ده الصناعات كلها احنا هنتوجه لايه? للحاجات اللي فيها فائدة والخير للناس. احنا هنبدأ نصنع آآ آآ مثلا هنبني آآ مناطق ترفيهية. هنبني آآ مدينة آآ العاب. آآ هنبني مستشفيات. هنبني مدارس. هنعمل آآ آآ اغزية. هنعمل آآ آآ اكلات حلوة مطاعم. هنبدأ نعمل حاجات كلها طرفيه. وخدمات تخدم المجتمع اللي احنا عايشين فيه. بدل ما كنا كل الاتجاهات دي هتروح للخراب والدمار. يشعر الناس بالامن والامان. الناس لو فيه سلام هيحسوا بامن وامان ولا خوف? لا هيحسوا بامن وامان. يبقى لو فيه سلام في العالم هتكون هي النتائج بتاعته? هتنتهي الخروب والنزاعات. تصخر الصناعات لاشياء تعود بالفائدة والخير على الناس. يشعر الناس بايه? بالامن والامان. فهمنا? يبقى احنا بنكتب فوق النص اللي احنا هنكتبه. وبعدين بنقسم تحت الخريطة زهنية. اللي مرسومة دي اسمها خريطة زهنية. اسمها ايه? خريطة زهنية. برضو انا النهاردة هساعدكم علشان ده انتوا اول مرة تاخدوا ان انتوا تكتبوا نص معا خريطة زهنية. بيريح ندربتكم على كتابة النص فقرة لوحدنا. وعرفنا ازاي هنكتب مقدمة وازاي هنكتب الموضوع سطرين وبعدين هنكتب خاتمة. النهاردة هنكتب النص ونعمل له خريطة زهنية. اكتب نصا قصيرا عن القيم التي تجعل العالم سعيدا. يبقى العنوان بتعنا ايه? اه عالم سعيدا. العالم السعيد. يستطيع الناس العيش فيه بمحبة ووئام وامن وامام على ان ازهر رأيا واضحا في لغة سليمة باستخدام الخريطة الزهنية. يبقى العالم السعيد اول حاجة قالنا لازم يكون في ايه? اه سلام. السلام. محبة. المحبة. طيب. يبقى في اول حاجة هنا هنكتب العنوان العالم السعيد. اول حاجة ليه? اول سبب ليه ايه? الحب. طيب احنا قلنا الحب هيجي من ايه? امتى هنحب شخص لما يكون فيه بيننا وبينه ايه? طور. طيب اول حاجة الحب. تاني حاجة الحب. طيب لو فيه حب وحوار بيننا وبين بعدها هيبقى بيننا سلام ولا حرب? احنا بقى نبدأ اكتب الموضوع. احنا هنتكلم عن سعادة العالم. مش كده? اه. واحنا اكتبعنا قبل كده ان سعادة العالم دي تتحقق لو احنا قدمنا نحقق بعض القيم. وقلنا ايه هي القيم دي اللي هي الحب والحوار والسلام. مش كده? يبقى هي دي المقدمة بتاعتنا اللي احنا هنكتبها. هنكتب ان سعادة العالم تتحقق لو تحققت بعض القيم. مش احنا اتفقنا ان في مقدمة لازم نعرف احنا هنتكلم في ايه? اه. تمام? ده تطبيق لللي احنا خدناه بارح. فاحنا هنبدأ نقول ان سعادة العالم تتحقق لو تحققت بعض القيم. طيب عايزين نعرف بقى ايه هي القيم اللي احنا هنحققها دي? هنبدأ نشرحها بعدها. هنقول فلابد من الحب ان يعم العالم. لازم اول حاجة علشان يكون فيه سلام يكون في ايه بين الناس? حب. لابد من الحب ان يعم العالم. طيب. الجملة الثانية. واحنا قلنا ان الحب مش هيتحقق غير بوجود. حوار. ان يتحاور الناس في ما بينهم. الناس يتحاوروا في ما بينهم. طب ليه بنا تحاور? يعني احنا مسلا بنتناقش في موضوع. احنا عندنا حصة مسلا الفري. اسمعوني احنا مسلا عندنا حصة فري. فانا جيت اقول لكم ايه رأيكم يا بلاد النهاردة الحصة الفري بتاعتنا دي? احنا مش هناخد اي حاجة في الدراسة. ايه رأيكم? ننزل تحت? نلعب? ولا نقعد هنا? ونقول مع بعض فوزير والعاب? ولا نرسم? ولا نعمل ايه? ولا ها? هاخد رأيكم? هنتحاور مع بعض. ممكن جزء يبقى متشدد ان هو عايز يرسل. وجزء تاني يبقى متشدد ان هو عايز ينزل تحت. هنقعد نتناقش نتحاور نقول طب ايه رأيكم دلوقتي الجواب بارد تحت فمش هنعرف ننزل لو نزلنا ممكن الدنيا تمطر علينا. فمش هنتبسط وهيديع مننا اليوم. ايه رأيكم لو قعدنا هنا? والعبنا زي ما كنا هنلعب تحته كمرة سمنا. فاقتنعنا بالحوار اللي بيننا. وصلنا لحل سليم. صح كده? اه. لكن لو انا حوار بيه ان كل واحد مصمم على رأيه. انا فيه خلاف ولا فيه وجه? وجه. لا? لو كل واحد صمم على رأيه هيبقى فيه. خلاف. 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 احنا بدأنا اول حاجة. انا مش شايفة حاجة. عاببتي مش لازم دلوقتي هنشوف انا دلوقتي بشرح. انا قلنا ايه اول حاجة هندعها? ان سعادة العالم تتحقق لو تحققت بعض القيم. مش كده? دي مقدمة. وقلنا كمان هنبدأ جنة اللي بعدها. فلابد من الحب ان يعوم العالم. وان يتحاور الناس فيما بينهم للوصول الى طريق واحد. لازم في النهاية يوصلوا كلهم لايه? لطريق واحد. طيب. يكون واحد. تحقق هو الحوار. لو في حب بينهم وفي حوار بينهم. هيتحقق السلام ولا الحرب? لا. ولو تحقق الحب والحوار يتحقق السلام. طب لو تحقق السلام هيبقى في حروب? لا. 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 انتهي الحروب. طب انتهت الحروب هيكون العالم سعيدا ولا حزينا? سعيدا. سعيدا. شايفين? حبيبي شايفين? اه. 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 شايفين. ايه. تعالوا كده ان اقرأها مع بعض اه هتلاقوها نفس اللي احنا قلناه. ان سعادة العالم تتحقق لو تحققت بعض القيم. احنا قلنا ان يدي اسمها ايه? مقدمة. صح ولا لا? اه? صح. اه. فلابد من العالم ان يعم. فلابد من الحب ان يعم العالم أن يتحاور الناس فيما بينهم للوصول إلى طريق واحد هم اللي بيتحاوروا علشان في النهاية يوصلوا لطريق واحد ولو تحقق الحب والحوار يتحقق السلام وتنتهي الحروب ويصبح العالم سعيدا ممكن في النهاية نختمها ما أجمل السلام طيب إحنا عايزين نعمل هنا خريطة ذهنية قلنا في الأول هنحط العنوان بتاع الموضوع اللي إحنا بنكتبه واللي هو إيه العالم السعيد يبقوا أن العالم السعيد ده هيتحقق ببعض القيم إيه هي؟ الحب الحوار السلام رهمنا يا حلوين اه صعب الكلام ده اه صعب مين أن صعب لا مش صعب لا مش صعب فهمنا في حد مش فهم لا أنا فهم ريتال رفع إيدك يا توتا نعم ريتال قاما عندك طيب يا توتا ماشي حبيبي أنت عايزة حاجة دلوقتي؟ لأ كنت بس بقول لحزريتك أن الشاشة كانت مهنجة وما كانش في حاجة مكتوبة دلوقتي زهرت عامك؟ بس دلوقتي مكتوب آه هو الوقت يظهر ماشي حبيبي جوليانا نعم يا جوجو طبلا أنا أنا لما طبعت الورق يعني طبعت بس صفحة 52 يعني ما عنديش الصفحات اللي حضرتك كتبتيها والنهاردة هتباها صوريه ولما تطبعيه اكتبيه لأن أنا بعدها ده هسألكو في الموضوع ده خلي بالكو إحنا السنة اللي فاتت لو ليكم أخوات كانوا عندي في كلاس فور السنة اللي فاتت طلعنا من الحصة حافظين الموضوع ده وبقوا كل يوم أول لما أدخل يسمعهولي جي في الامتحان كلهم كتبوه محدش غلط في ولا حرف فده مهم ماشي طبلا أنا صورة وقعت للجروب ممتاز حبيبي مرسيليك مرسيليك السوق مش واضح أنا يا تيسي ممكن ببايا يأما يطبعلي يأما يجيبلي الكتاب ماشي تمام يلا صورنا الصفحة دي ده أنا أنا هصورها دلوقتي أنا صور أنا صور بعد إذنكم اللي صورت يبقاتها على طروب علشان أنا هاقفل الصوت بس محدش بقى يتكلم تاني هتصورها خلاص حبيبي احنا اتفقنا أنا قلت خلاص محدش يتكلم تاني فمحدش فينا هيتكلم احنا ناس ملتزمة يمس يصور الناس اللي بتتكلم هنا ما تتكلميش يا نونة اللي بعد إذنك طيب أنا عايزة أشوف كده بقى من الأول خالص مين الناس اللي صحية ومركزة معانا ومين الناس اللي مش مركزة عايزين نراجع عشان درس النهاردة كان درس بسيط فنراجع بقى على اللي فات قوليني يا جوليانا جوجو عمر افر المايك بعد إذنك قوليني يا جوجو عمر بعد إذنك افر المايك قوليني يا جوجو ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفقراء عمل إيه لما شاف الفقراء جمع الناس واتفقوا وساعدهم جمع الناس وحثهم على التصدق على الفقراء جمع الناس وحثهم على التصدق على الفقراء برافو يا جوجو رودينة نعم يا قبلة بيلي يا دودي بيّن موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوته إلى مساعدة الفقراء لما الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وقال لهم إيه إن إحنا عايزين نساعد الناس الفقيرة دي وإن هم محتاجين عملوا إيه تخلوا عنه وذهبوا إلى بيوتهم ولا عملوا إيه لا راحوا ذهبوا إلى بيوتهم وجمعوا لهم كل ما عندهم برافو وإحنا هنقولها بطريقة سهلة جدا هنقول تفضقوا على الفقراء تمام كده؟ يلا جانا شريف يلا يا جوجو جانا 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 شريف وليليا ننا بسرعة جانا فين؟ أنا أريد أن أسمع الناس اللي جوجت معي دلوقتي مين؟ رودينا صح؟ وجوليانا؟ جوليانا؟ الأول واحدة كانت مين؟ جوليانا صح؟ أريد أريد أنا يا أبي جانا مش هتردي؟ طيب ماريا معماد؟ أريد أبلا أورفيليا ماريوند ماذا تتوقع لو قدم كل إنسان المساعدة للمحتاجين؟ لو كل إنسان فينا إدار يساعد حد من المحتاجين؟ هيحصل إيه؟ البلدة تبقى مبسوطة وما فيش مشاكلها تحصل ما بينهم؟ هي وبرض عليك أن أقولي عم المجتمع أو ينتشر الحب والتعاون بين أفراد المجتمع شاطورة مريم مريم كلمات بها حروف تنطق ولا تكتب صح؟ صح كنا بنملهم أسماء الإشارة قوليلي كده إيه هي أسماء الإشارة اللي فيها حروف تنطق ولا تكتب؟ آآ هذه هذه هؤلاء طبقوا آآ هذان لأ هذان بقى هذان لأ ماشي يا مساء عبدالله عادل هذي قلن يا جدي أخدنا سماع ان فيه حرف موجود في بعض الأسماء الموصولة الحرف ده ينتق ولا يكتب هو حرف ايه؟ اللام اللام بيرفع عليك زي ايه؟ الحصان زي ايه؟ اسماء موصولة وقلنا حرف اللام زي ايه الاسماء الموصولة اللي فيها حرف اللام ينطق ولا يكتب. ينطق ولا لا لا انا قلت واحد انا طلبت من واحد يجاوب. هيا عبدالله هي ايه الاسماء الموصولة اصلا? ها? نعرف. الذي والتي والذين. ها. ناتر يا عبدالله. ادم. ادم. ادم حازم. قل لي يا دومي. قل لي يا دومي. آآ عايزة اخدنا كمان في بعض الكلمات المشهورة بها حروف تنطق ولا تكتب. زي ايه الكلمات دي يا ادم? قل لي كده كلمتين منهم. اخدنا اسماء الاشعارة والاسماء الموصولة. واخدنا كمان بعض الكلمات المشهورة. كلمات احنا بنكتبها فيها حروف تنطق ولا تكتب. زي ايه لك الكلمات دي يا ادم? ها. اشتكر كده? تدور ما اكتبتها الاولاني ما كانت شغال. ماشي يا جنة. خلاص هسألك تاني. قل لي يا ادم. الرحمن برافو عليك ايه كمان? اللهم. قل لي واحدة كمان انا طلبة منك اتنين انت قلت لي الرحمن عايزة كلمة كمان. اللهم. الله برافو عليك يا ادم شاطر. ماما. عمور اقفل لو سمحت حبيبي المايك. جنة يلا يا جوجو صلحتي المايك? اه. قولي لي يا نونة. اخدنا كمان التنوين. فاكرة? ايه قبلة. التنوين ده كان بيقول لنا ايه عن نفسه? قلنا نون نون ايه? القرمية بتاعتها? اه قولي هاني. نون. نون انا التنوين نون تسمعني نون تنطقني بس ما تكتبنيش. برافو عليك يا جنة. يعني احنا قلنا من التنوين ده احنا بننطقوا نون وبنسمعوا نون لكن بيكتب نون? لا. بيكتب تنوين. برافو. التنوين كم نوع يا جنة? فالتلاتة. فتحة وكسرة وضم. برافو عليك يا جوجة. طيب عايزة احمد حامد. على انتش. قولي حمادة احنا اخدنا درس قطرة ماء فاكروك? ايوة. وعرفنا ان قطرة الماء نزلت من السحابة واصلا كانت خايفة. برافو عليك. واخدنا كمان دورة حياة قطرة الماء واخدنا دورة حياة النبات. قلنا ان قطرة الماء الاول بتبقى ايه? بتبقى قطرة ماء. بتحضن. وبعدين? بعدين على ما تنزل على الارض بيمتصها الارض. الاول بتبقى سحابة وابعدين بتنزل على الارض وبعدين بيفصل لها ايه? بتتحول ايه? بتتحول ايه? بتنزل على على الشجرة. ها. بعدها بتنزل على على للارض. بتتشربها بجزور الشجرة وبعدين تطلع تاني الورقة النبات. بتتحول ايه بقى؟ بعدها تبقى. بعدها تبقى بخرماء وبعدها تبقى سحابة. برافو عليك. بخار ماء. عيزة احمد حسن. ايو يا ابن. قل لي حمادة اخدنا مرادف كلمة مرونة. ايه مرادف مرونة? نفيت. او 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 انا بقول لك المرادف ده هي مرادف انسيابية سوري انا قلت لك الاجابة. طيب قل لي مرادف نادية. مبللة. برافو عليك. مرادف تستمد. ناشي. مرادف تستمد ايه احمد? بقول ناشي. ايه ماشي? انا بقول لك مرادف تستمد. تستمد يعني ايه? نسيت. نسيت? طيب بقول لي مرادف يتقدر. ام بيتقدر? ام. يعني متأثر. اللي هو يحزن. يتقدر يعني ايه? يحزن. اسيل. شكرا يا احمد. اسيل. وليلي اسيل. لا. آآ مرادف ام ايه اخدنا تاني? وليلي كده انسيابية يعني ايه? مرونة. مرونة. مرونة برافو عليكي. اريا. اريا ولا اريا? اريا. انا اريا. اريا. وليلي يا روري انت كنت فين يا اريا ما كنتش بتحضاري صح? اريا? اريا. ايه? وليلي يا حبيبي. ما كنتش بتحضاري صح? انا كنت ما بشوفش اسمت معاهم. لا كنت بحضر. امال ما كنتش بشوفت ليه? وليلي طيب ضد باقس ايه? ضد باقس. احنا قلنا باقس يعني ايه لما بنشوف شخص باقس يعني شخص ماله? زعلان. حزين صح? يبقى عكسه شخص ايه? ضده شخص ايه? 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 انت فكري معي. واحد حزين قاعد زعلان. ضده بقى عكسه هيكون واحد ايه? ايه? فرحان. ايه يا سعيد? برافو عليك. نعيد. شكتورة. عايزة اسيل فلاح? مهم يا الله. قولي لي يا سيلة. اه مفرد او حل ايه يا سيلة? واحد. واحد برافو عليكي. اه مفرد ايه كمان? اخدنا ايه كمان في المفرد? اه اخدنا ايه كمان فقروني? اخدنا البحارة. اه مفرد بحارة? بحار. بحار برافو يا اسيل. طيب عايزة مين? ايتن. فين ايتن? دعم يا قبل. يلا تونة قليلي. اخدنا تصريفات كلمة سكنة. وقلنا ايه من تصريفات سكنة ايه وايه وايه? هيا توتي. قلنا سكنة ممكن نزود عليها حرف ويتغير معنى الكلمة المعنى جديد خالص. اخدنا منهم تلت تصريفات. قلنا ايه هما? زود دي كده عليها حرف 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 حرف. شوفي هيطلع لي الكلمات جديدة ايه? يلا تونة. ما كنا اقول انا? انا عايزة ايتن. هاي ايتن. مش عارفة? لو مش عارفة قليلي مش عارفة. مش هارفة لأ. طيب اسمعي زميلك واشتكني معاهم وذاكري ايتون. اومر. اومر عمار. اومر. اومر. نعم اومر. كلارا. كلارا. مش موجودة? كلارا مش هنا? طيب ريني ريني اسامة. نعم يا تيتشا. قولي لي رنة. عايزين تصريفات سكنة. هنقول ايه وايه وايه? نعم يا ابلة. مسكن. سكن. سكون. مسكن. وسكن وسكون. ام. برافا عليك. اومر حمدين على السلامة عمور. قولي اومر. جمع غذاء ايه? اه يا اومر جمع غذاء. قبلها ينفعنا اقول? قبلها. سانية واحدة. اغذية. 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 برافا عليك. طيب و جمع اه جزء. اه? اجزاء. 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 برافا عليك. طيب الناس اللي هتسمع اسمعها دي. انا عايزة صوركم بعد اذنكم. حد يبعت هالي. يعني اكيد هتعرفوا توصلوا الرقمي. حد يبعت هالي وجمعوا الصور كلها. حد من اولياء الامور معلش يتكرم. وليجمع الصور بتاعتهم. ويبعت هالي انا محتاجاها النهاردة. فور دي. عايزة. روداني 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 جوليانا مريم عماد روداني روداني جوليانا مريم عماد رماز احمد ادم حازم جانا شريف احمد حامد ممكن تبعتوها لمامة ادم. او مامة اه اريا. نعم على البروفايل كده علشان انا نزلها لهم في شجرة المتفوقين. كل مرة هاختار اسماء غير اللي انا اخدتها دي عشان كل مرة هنغير الاسماء الموجودة في شجرة. روداني جوليانا مريم عماد رماز احمد ادم حازم جانا شريف احمد حامد احمد حسن اسين محمد اريا محمد اسين صلاح ريني اسامة وعمر عمار. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتنشر تلتاشر. دول تلتاشر اسم انا عايزة صورهم من نهاردة تبعطوهم لمومة ايدا. طب لا ابعادها ثاني يعني مش فعل. انا بقول لك اهو انا بقول اهو. مامك ايدا مأتنين معكم على الجنوب. اسم معهم بعد اسنكم. نعم يا ريتان. ينفع حاليك تسأليني عشان انا بقالي كتير ما تسألتش. ريتانا ما سألتك في اول الحصة صح? لأ اول. تيتشار وانا برضو انت ما سألتينيش. طب انا بقول لكم اهو يوم من حد ان شاء الله احنا مسجلها الاسماء هيني. يوم الحد هاتفر اسماء جديدة غير الاسماء دي. يعني الاسماء دي هنسألوني حد. اسمعوني ما فيش وقت والحصة وتخلص ومش هتلحقوا تفهموا حاجة. الناس اللي سألتوه من نوع ده انا ما ينفعش اسألكو انتو كلكم التلاتة واربعين في يوم واحد. انا كل يوم هاخد منكم كل يوم خميس. يعني انا الخميس هعمل مراجعة على اللي احنا اخدناه قبل كده. واخد الاسماء الخميس وهتمزلكم ان شاء الله. فانا النهاردة عايزة التلاتاشر اسم دول هقولهم تاني. رودينا جوليانا مريم عماد ريماس احمد ادم حازم جانا شريف احمد احمد حسن اسيل محمد اريا محمد اسيل صلاح اريني اسامة وعمر عمار. هتبعتوهم لمامة ادم حازم او مامة اريا محمد اي حد من الاتنين هم معكم على الكروب. هتبعتو لهم السور الشخصية لكم عشان نزلها لكم على الشجرة النهاردة ان شاء الله. ويوم الخميس الجاي هنراجع برضو اللي خدناه من الاول للاخر وهاخد اسماء ناس تانية خالص غير دي. يعني دول مش هيتسقلوا الخميس الجاي. اي صورة? صورة ليك يا حبيبتي? صورة ليك ما عندكيش اي صورة ليكي? يعني مسلا يعني مسلا اي اه اجيب صورة لي وبعتها صورة ليكي عايزة فيها وشك بس بعتها لمامة اريا. تمام حبيبي? تمام يا تيتشر. حد مش فهم حاجة في درس النهاردة? لا. لا. بس احنا نتسألوش النهاردة اللي ما تسألوش النهاردة احنا كل يوم بنسأل اسئلة عشوائية يعني باخد اسماء عشوائية. لكن اللي انا مسجلاهم التلاتاشر دول اللي تسألوا يوم الخميس. دول الخميس الجاي مش هيتسقلوا. هيتسئل تلاتاشر غيرهم. علشان كل اسبوع ناخد اسماء جديدة ونغير السور الموجودة في الشجرة. مرتفقين? تيتشر النهاردة في واجب. لا النهاردة ما فيش واجب. النهاردة انا حلت معكم الموضوع علشان تتعلموا يعني ايه تعملوا خريطة زهنية? عرفنا يعني ايه نعمل خريطة زهنية? اه. طيب تمام. يعني في النص احنا كتبنا العنوان بتاع الموضوع. وبعدين قسمنا منه القيم اللي احنا هنتكلم عنها. الصفحة اللي قبلها كتبنا عنوان الموضوع وبعدين قسم لنا النتائج اللي هتحصل المطلوب مننا في الفقرة. النتائج اللي هتحصل لو فيه سلام في العالم هيحصل ايه? كتبنا النتائج بتاعتها. هنا كتبنا العالم السعيد هيتحقق ازاي العالم السعيد? بالقيم اللي احنا قسمناها تحتها في الخريطة الزهنية.